هنروح لتنس الأرضي طبعا حضركم تتذكروا كأس ديفيز للتنس يعني الكأس ده بيبقى كأس عالمي بيبقى ما بين الدول وبعضها ما بين المنتخبات وبعضها وهو أحد أقدم الكؤوس اللي بينظمها لاتحاد الدولي للتنس كأس ديفيز كان طول عمره بيتلاعب على السنتر كورت في نادي الجزيرة أنا رحت السنتر كورت كتير سنتر كورت ده ليه قصة كبيرة جدا في نادي الجزيرة هو ببتدى في الأول تنس أيام الخمسينات والستينات وبعد كده بقى كرة سلة غازم أبقول لكم كده لأن مصر كانت بتلعب في كرة السلة في بطولة أوروبا وكان السنتر كورت هو الملعب هو ملعب مكشوف على فكرة وهو الملعب الأكبر والأحسن في مصر فكانت فرق أوروبا أنا عايز أقول لكم أن بوستن سيلتكس لما جات لعبة هنا منتخب مصر أو لعبة الفرق المصرية لعبتهم في السنتر كورت فالسنتر كورت بقى بعد كده لكرة سلة وعارفين مصر كانت متقدمة جدا في كرة السلة في الستينات وبعد الفترة دي بعد تراجع طبعا منتخب مصر في نتائجه رجع التاني بقى تنس وحتى الآن هو ملعب للتنس أنا أقول لكم تاريخه تنس بسكت بعد كده تنس بيقع في نادي جزيرة دايل الميدور ملعب يعني مدرجات على الشكل أو طراز الإنجليزي القديم يعني أنت لو شفتوا المبارات اللي تتلعب على السنتر كورت تتحس أن أنت بتلعب في عصر قديم أو ملعب في أوروبا مصر هتلعب الأكوادور الحقيقة في كأس ديفيز البطولة دي كانت مفهولة تلعب في الأكوادور الحقيقة ولكن بسبب الأحداث السياسية وعدم الاستقرار شوية في الأكوادور مصر اتدخلت من خلال طبعا الكابتن الشافع رئيش للاتحاد وعرض على اتحاد دولة أن مصر تستضيف مباراتنا مع الأكوادور والاتحاد الدولة وافق والأكوادور نفسهم وافقوا الحقيقة أن مصر تستضيف البطولة دي أو المطش ده واجتمع السكريتير العام للاتحاد المهندس وليد سامي مع السكريتير العام المساعد مروى عبد الرحمن كممثلين عن اتحاد التنس مع دكتور اسماعيل خرمة رئيس لجنة التنس الأرضي بنادي جزيرة وأنادر زهران عضو اللجنة عشان يحطوا اللمسات النائية والتأكيد على خروج المطش بأفضل شكل منتخبنا الوطن بيقوده محمد صفوت طبعا ككابتن منتخب محمد صفوت كان بلعب لغاية وقت قريب على فكرة ومعا كريم مأمون وعمر عصراوي وأكرم يعني السلالي ومايكل صبحي طيب المطش ده زي ما قلت حضرتك كان مفهودة تلاقي في الأكوادور ولكن بسبب عدم الاستقرار طبعا الجيه هنا مصر طيب من رئيس الاتحاد؟ رئيس الاتحاد طبعا كابتن اسماعيل الشفعي وهو يعني حط اللمسات الأخيرة واللي هتلاقي بيوم الجمعة الجاية المطش ان شاء الله ملعب السنتر كورتي في نادي جزيرة واللي بدورها مؤهلة للمجموعة العالمية الأولى مطش مهم زي ما أحدكم شايفين دي خلفية السنتر كورتي شايفين مدرجات شايفين حتى التراز أو السور الأخضر يعني هو قريب جدا للملاعب الإنجلس